أنا الالتزام دايماً بتعلم بتحرك ببص الأدام بجري مش بس عشان عياتي بحب الكرة بطير بحلي وعندي هدفان أنا أنت أعظم نادي في الكون الأهل فوق الجميع وإلى جولة مثل الألعاب الأخرى حيث قال محمد مسعد مدرب السكواش بالنادي الأهلي إن بطولة الأهلي للسكواش المقامة حالياً على ملاعب النادي تعد من أكبر البطولات حيث يشارك بها أكبر عدد من اللاعبين واللعبات بإجمال ألف وثلاثة لعباً ولعبةً وأضف مسعد أن المباريات تقام على ثماني ملاعب بمقر الأهلي بالجزيرة وهناك حالة من النظام الشديد مما ساعد على ظهور البطولة بالصورة التي تليق باسم الأهلي ومكانته وتاريخه في لعبة سكواش وللمزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي أكثر من ألف العيب ده رقم كبير جداً يعني على مستوى العالم على فكرة مش على مستوى مصر بس البطولة دي اللي تسبح بطولة جمهورية مباشرة فلي أهميتها معظم اللاعب المشاركين الحمد لله بمستوى فني رائع التنظيم أكثر من رائع جهاز فني كبير بقيادة الكابتن ناصر زهران طبيعي على النادي الأهلي أحسن حاجة في الدنيا يعني مجمع سكواش عالمي رائع التنظيم رائع مستوى فني جميل إدارة فنية جيدة إدارة النادي الأهلي طول عمرها إدارة قوية ومعروفة فما فيش جديد على النادي الأهلي يعني احنا مش عاوزين نضيف لكن النادي الأهلي طول عمره هو نادي القرن مجمش في الكورة بس في حاجات تانية كتير طبعاً كل اللاعبين بيحرشوا أنهم بيحققوا مراكز في بطولة الأهلي بالأخص يعني إنها بطولة بتعتبر من ضمن البطولات اللي هي بينشب بيها الناس طبعاً زي ما تشايف التنظيم ممتاز جداً من ناحية اللجنة المنظمة بالنادي طبعاً بالنسبة للتحكيم إحنا عندنا عدد عشر حكام الحكام طبعاً من كبل الاتحاد المصر لسكواش وإدارة المباريات من كبل الاتحاد طبعاً بيشرف على البطولة الاتحاد المصر لسكواش وإذا ما تشايف كده التحكيم كل ملعب عليه حكم ما بنخليش أي لاعب صغير يحكم فإنس يعني 11-13 سنة ممنوع أنه هو يقعد على ملعب حكم نهاية اللي بتدير الماتشاط حكم نهاية اللي بتحكم في البطولة والحمد لله لغاية النهاردة الماتشاط زي الفل ما فيش أي مشاكل ما فيش أي اعتراضات والدنيا ماشية زي الفل جهزنا اللعبة للبطولات كلها تجيز تمام لكن إحنا طبعاً قبل بطولة الأهلي بنعمل إعادات خاص للبطولة نفسها الحمد لله الحمد لله إحنا من أحسن الفرع بدنياً بدليل إن إحنا الأدوار الرئيسية كل الملعب فيها لعبة من أدل أهلي إحنا وصلين للسامي فينال بقى أكتر من 12 أو 13 لعيب وضمنين بإذن الله بإذن الله على الأقل 12-13 كاسف بطولة بإذن الله بإذن الله ده اللي إحنا ممنينه غير المفاجآت إن شاء الله اللي هيعملوها اللعبة بتاعتنا لأنهم موقفين على رجلهم كويس جداً معيه جهاز بدني قوي جداً على أعلى مستوى الجهاز الإداري يمساعدنا جداً 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 موفّلنا كل حاجة عشان ننجح من ناحية الملاعب من ناحية حقوزات الجيم حقوزات الكراك الأدوات المساعدة عشان نشتغل بها في فترة الإعداد بطولة النادي الأقلي في السكواج دايماً بتبقى من البطولات الوقوية اللي لها تأثير في الرنك المصري اللي بنختار على أساسه اللعيبة للبطولات الدولية وبيشارك دايماً فيها عدد كبير من اللعيبة يعني البطولة دي من أكبر الأعداد اللي شاركت خلال الموسم دايماً أكبر عدد شاركه شاركة بطولة الأهلي معادي الألف لعيبه شوية وده رقم بيعتبر رقم كبير جداً بالنسبة لبطولات المحلية اللي بنشارك فيها في مصر يعني وبطولة الأهلي من البطولات المهمة اللي دايماً بنحب نحن نادي الشمس بنشارك فيها لأن لها نقط كبيرة وبتحافظ دايماً على الرنك بالنسبة لعيبة بتاعتنا عشان نختار منهم المنتخبات القومية الحمد لله ما حقاين نحن نتائج في البطولات الأهلي يعني النادي الأهلي الحمد لله آخر سنتين أو تلات سنين عامل شوية جامد قوي يعني كابتن ناصر ماشاء الله بيصرف على اللعبة كويس قوي مش مخلي حد محتاج حاجة وكل الاشتراك البطولة كلها لحساب النادي وكل حاجة حساب النادي وبيسلمنا لفس وكل حاجة ومصرات اللعبة يعني الحمد لله بيخطي سير كويس والبت السنة اللي فاتت خدنا تسع كاسات السنة دي إن شاء الله بنفكر نأخذ خمس وشور كاس بطولة اللي فاتت والبطولة دي التنظيم أحسن إنسان اللي فاتت كل سنة بتطور من نفسها أكتر والحمد لله الأهلي عمتها البطولات دلوقتي أهلي في قمة الترتيب يعني عمتها البطولات بتلاقي المطشاط متأخرة كل المطشاط متأخرة بتاع كل المطشاط متأخرة في الوقت المضبوط والمدربين معلطول مع اللعيبة والمطشاط مش متأخرة يعني حاجة مستوى كويس جدا إن شاء الله يعني ده إن شاء الله يعني أوصل للنهايات مش أول مرة كيز بس إن شاء الله المرازي بقى على حسن ظن الناس وأوصل أكد طرق خيري المدير الفنير الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أن الفريق يستعد بقوة لانطلاقه مباريات دور السوبر للمحترفين حيث يخوض دورة مجمعة في الإسكندرية أيام الثامن والتسع والعشر من فبراير أمام هاليوبلس والأولمبي والجيش قبل أن يخوض الدورة المجمعة الثانية بجولة الإياب أيام الخمس عشر وسبس عشر والسبع عشر من فبراير في القاهرة وأشدد خيري على أن الفريق لديه دوافع قوية للغاية من أجل الفوز بلقب دور السوبر خاصة بعدما تلقى اللعبون دفعة معنوية قوية بالتتويج بلقب دور المرتبط للمحترفين موسيقى قرر محمد مصلحي المدير الفني للفريق الأول للكرة طائرة رجال بالنادي الأهلي خضوع لعبي الفريق لتدريبات استشفائية اليوم الثلاثاء استعددا لمواجهة طلاق الجيش في السادسة من مساء غدا الأربعاء في الجولة السابعة من نهائيات بطولة الدوري ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللعبين بعدما خض الفريق مباريات قوية أمام الزمانك واسموحة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بكل مبارياته السابقة وتواجد في الصدارة بفرق النقاط عن أقرب منافسيه يواجه فريق النادي الأهلي لكرة الماء موليد الفين بقيادة وليد وصفي مساء اليوم فريق الزمانك في المباراة قبل النهائية من بطولة الجمهورية وستقام المباراة في التسعة من مساء اليوم الثلاثاء على حمام سباحة النادي الأهلي ويذكر أن الفريق قد حسم بطولة الجمهورية ويبقى له مباراة واحدة مع هليوبلس في ختم دور الجمهورية موسيقى 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 فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق الشمس في المباراة التي أقيمت على صارة الأهلي ضمن منافسات الدورة المجمعة نهائية لمنطقة القاهرة وقدم الفريق عرضاً نقاوياً ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 97 86 ونتابعه في التقرير التالي موسيقى 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 الحمد لله على النتيجة والمكسب الأداء يتحسن شوية من المباراة بس يتحسن هجومياً بس لكن دفاعياً جي فينا 86 بنت ده بالنسبة لي كثير بالنسبة للفريتي مش متعود نجي في 86 لكن هجومياً 97 بنت دي معدلات ولاد مش معدلات بنات يعني سكور ولاد شوية أو أكتر شوية كان فيه توفيق شوية من نادي الشمس لكن مجملاً الحمد لله احنا أحسن شوية من بارح أداءاً ماتش كان مهم جداً لأن احنا لسه كسبين الشمس في كاس مصر فأخونا والماتش على ملعبنا كنا عايزين نأكد أن احنا بناخد كل ماتش بماتش وعنين على بكلت المنطقة إن شاء الله البنات لعبت بـ 11 بنت عملت الريتيشن إلى حد ما كويس على البنات عشان بيبكرة فيه مباراة بعد كده راحها بحييهم على الروح والأداء والإصرار على المكسب لكن كنا في فترات سكور وصل 15 بنت ورايح لعشرين بنت لعبنا على فترات كويس جداً ديفنسيفلي كويسين جداً جداً جرينا في الفاصل بريك كويس النسبة أحسن من مبارح بالتير في التري بوينت والإنسايد يعني النهاردة الحمد لله النسبة الفاول شوتينج نهاردة حاجة إيجابية جداً فالحمد لله على المكسب النتيجة مش وحشة يعني 11 بنت مش قليل الخالص المتش كان صعب إحنا كنا كذبينهم في الكورتر في الكاس فرق كتير فهم النهاردة كانوا نزلين عندهم غير اللي طبعاً هما يكسبونا في المنطقة ما نكونش أخذنا منهم كاس ومنطقة فالمتش يعني إحنا كنا محضرين له كويس قوي بصراحة فعملنا اللي علينا والنتيجة حمد لله كويسة وكابتن الليهاب راضي الحمد لله عن النتيجة الشمس الفرقة محترمة طبعاً وكويسة جداً إحنا عملنا أخطاء كتيرة بس الحمد لله الإجابيات كانت أحسن من الأخطاء لعبنا حد آخر ثانية ما استسلمناش خالص الحمد لله يعني لكل حاجة بس 97 سكور كبير جداً فأنا فخورة يعني بفرقتي النهاردة يعني كانت من المبارات الكويسة اللي احنا عملناها طبعاً يعني نشل طوب فورم بتاعنا بس الحمد لله يعني كنا كويسين بس إحنا عندنا أحسن من كده يعني عشان إحنا كمان لعبنا الفرقة دي في كورتر فاينلز الكاس وكسبناهم اشتركوا في القناة